بمراكش أعطى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري الانطلاقة لمراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بجهة مراكش أسفي وتتمثل المهمة الأولى للمراكز الثمانية التي تندرج في إطار مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب والموزعة على الأقاليم السبعة وعمالة مراكش في النهوض بمبادرة ريادة الأعمال لدى شباب الجهة وتسهيل إحداث المقاولة لاحظنا من خلال الورشات التي رأيناها من الشباب الذين اليوم على أن العدد مناصب الشغل التي تدير هذه المقاولة الصغيرة جدا مهم حالذا كانت تقريبا 21 مقاولة تتشغل ما يناهز المياه للناس ونقول لهم أنه بالإضافة لخدمات التوجيه والتكوين التي يلقوها ستكون خدمات جديدة وجدتها الحكومة المغربية من قبل أن يستفدوا من محل الباف الأوراش الجوج من 1500 درام لكل واحد تم توظيف دياله في هذه المقاولات لمدة 19 شهر على أساس أن هذه المقاولات تجعل هذه الناس يخدمون لمدة 12 شهر مراكز دعم ريادة الأعمال وتنمية الاقتصادية المحلية التي أرساها المركز الجهوي للإستثمار تسعى إلى أن تشكل فضاء مرجعيا من أجل مواكبة ريادة الأعمال لأفق التشجيع على بروز جيل جديد من المقاولين تهدف مراكز دعم ريادة الأعمال وتنمية الاقتصادية المحلية التي أنشأها المركز الجهوي لإستثمار لمراكش أسفي إلى تحسيسي ومواكبة الشباب الذين يشكلون نسبة 30% من ساكنة الجهة هذا المصدر يأتي الكثير من المؤكبة من المؤكبة إلى تلك المؤكبة ونحن نستطيع أن نذهب بهذه المجرد لإيجاد من المريض تجعل فكرة كبير يجب أن نستطيع الأعمال وتنمية الاقتصادية ونقوم بشكل عام المنشية على سعيد العالمي حمية مشروع المنتجات الخالية من الجلوتين أنا جيت لمركز التعمل المقاولتي لأنهم ستساعدوننا ومتعطبوننا ومجموعة من الحلون تروم مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية تنشيط وإعطاء دينامية للمنظومة ومناخ الأعمال الجهوي بتنظيم تظاهرات مواجهة إلى توحيد جهود كافة الأطراف المشاركة من الجهة